اشتركوا في القناة وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جند الرحمن أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه جامعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في جنته ودار كرامته بجوار الخليل الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه أيها المشاهدون الأكارم نسيحك العادة في آيات الله تبارك وتعالى الدالة على وحدانيته والدالة على قدرته والدالة على حكمته وعلمه عز وجل الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز الرحمن علم القرآن الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ومن رحمته تبارك وتعالى علينا أن أنزل علينا كتابه أنزل علينا القرآن الكريم ليخرجنا به من الظلمات إلى النور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ومن رحمته تبارك وتعالى علينا أن يسر لنا تعلم هذا الكتاب العظيم وفي ذلك يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سواء كان تيسير حفظه أو تيسير فهم معانيه لكونه تبارك وتعالى ما أنزله إلا لنعمل به فكان من تيسيره تبارك وتعالى لنا أن جعلنا نستطيع تدبره واتفقها في معانيه والنظر في آياته حتى يقودنا هذا الأمر إلى العمل بأوامره عز وجل فيه واجتنا بما نهى المولى تبارك وتعالى عنه خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان خلقني وخلقك وخلق كل هذه البشرية وكما سيأتي في الآيات القادمة الآتية بعد آيات عديدة من هذه الآية خلق الإنسان من صلصار كالفخر وخلق الجان من مارج من نار خلقنا من طين وهذا هو ابتداء خلق أبينا آدم عليه السلام الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فآدم عليه السلام خلق من طين ثم تتابع نسله بعد ذلك من ذاك الماء الذي يتدفق من هذا النسل كما قال تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق دعوة للتدبر ودعوة للتفكر مما خلقت أيها الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق مماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر فاصل ونعود إليكم من جديد ترجمة نانسي قنقر حياكم الله وإيها المشاهدون الأكارم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه تكلمنا قبل الفاصل أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سوداء أن يهمله الله تبارك وتعالى أن خلقه كان عبثا لا يحاسبه ولا يأمره ولا ينهى أيحسب الإنسان أن يترك سوداء ألم يكن طوفة من ملي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى سوى هذا الإنسان وجعل هذا الإنسان على أحسن صورة وأحسن هيئة ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي في أفضل تقوي ولم يقل الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما ذاك الذي جعلك تكفر بالله تبارك وتعالى ما هو الشيء الذي خدعك وجعلك تغتر حتى ابتعدت عن أوامره تبارك وتعالى وشرعه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك خلقك على غير مثال سابق فسواك أي جعلك سويا فعدلك جعلك معتدلا في أي صورة ما شاء ركبك شاء الله تبارك وتعالى أن تكون على هذه الهيئة أليس في ذلك دعوة للتأمل والتفكر في حالنا ألم يقل الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا توصرون أفلا تنظرون وتتأملون وتتفكرون هذا هو حالنا نحن البشر الله تبارك وتعالى يقول خلق الإنسان علمه البيان علمني وعلمك كيف نعبر عما في ضمائرنا ونوع لغاتنا وفي هذا آية الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أين الآية في ذلك؟ المتأمل يجد أن كلنا يعود إلى آدم وآدم كان يتكلم لغة واحدة وكان له لون واحد ومع ذلك أتى نسله بهذا التنوع لغات كثيرة يتكلمون بها وتنوع في ألوان البشرة رغم كون الكل يرجع إلى آدم عليه السلام هذا كله فيه دلالة وبرهان قاطع على قدرته تبارك وتعالى فيها آية على كونه عز وجل حكيما لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا شعوب مختلفون في طبائعنا مختلفون في لغاتنا مختلفون في ألواننا جعلنا كذلك تبارك وتعالى بهذا التنوع حتى نتعارف ثم بيّن المولى تبارك وتعالى أن الكرامة الحقيقية هي في تقواه تبارك وتعالى ليست بلون ولا بلغة ولا بعرق ولا بأي شيء مما يمكن أن يتوهمه البعض من الأمور المتعلقة بالدنيا لا الكرامة الحقيقية هي في تقواه تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا فضل عربي على أعجمي وَلَا أَبْيَضَ عَلَى أَحْمَرَ قَالَ إِلَّا بِالتَّقْوَى كلنا متساوون سواسية عند الله تبارك وتعالى كأسنان المشط والتفاوت الحقيقي إنما هو تفاوت في تقواه عز وجل فكلما كنت لله تبارك وتعالى أتقى كانت منزلتك عند الله عز وجل أعلى إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بحول الله تبارك وتعالى وقوته إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر